اهلا وسهلا انا جون شكرا جزيلا للكلكم انه خلطت الكومنتات احب احكي معكم واشكركم هواهوا الشاقين لما تشوفون الالتقافة الامريكية يمكن تشوفون هواه حرام شون نتعلم الاطفال بينه صحيح والغلط اذا تشوفون افلام او عدكم اصدقاء امريكان يمكن تقولون شوفهم شون الامريكان يخلون الشباب حتى المراهقات يطلعون بالبرة يعني واحد بهم حتى تشرب جيجارة او تسوي معرف شنوي البويفرين بحيط امريكا يجب ان يقبلون هذا الشي مو صحيح انتو احنا عدنا نفس الهدف على مولة اطفالنا نريد انه هما يكبرون يعيشون حياة عادل صحي واخلاقي الاختلاف بناتنا هي الاستراتيجيا شون نوصل هذا الهدف الطريقة ملتكم اكيد مراقبة يعني الشباب لا يطلعون من الطريقة الصحيح لان ماكو غير حال كل العالم ده يبوع ده يشوف شنو هذا صحيح وهذا غلط مثلا عندي ابن جديد لما يكبر اريد انه هو عدل ضابط نفسي حتى يقدر يختار الصحيح لما انا ما موجود لان بالمستقبل انا ما راح اكون موجود لازم القوة تيجي من داخل مو من خارج هذا التفكير انشوف نظامكم وانقول خطير شبيبة يمكن في البنت تقدر تروح تكون دكتورة او تسوي فيد شيء حلو على مولد المجتمع بس ما تقدر لازم تبقى بالبيت الى تتزوج وتكون ام وخلاص ما اقول طريقتنا احسن عندما يوجد حرية مثل المجتمع الامريكي كان واحد من الناس سيطلعون ويقعون غلط وما يعيشون جيدا ونحن انقاهران هذا لا نريدها اطلب شيء من عندكم دائما نرى فقط الاختلاف ونقول نتناقش عن منه صحيح دعونا نجرب غير شيء فقط نرى غير نظام ونرى ماذا حتى اتعلم فيد شيء جديد كلنا نستفد لما نفهم فيد شيء جديد من ثقافة غيرها شكرا جزيلا مرة ثانية اريد تعرف شنو رأيكم فخلينا نحكي باديا يلا باي